مشاريع المنافع الاجتماعية المزم تطبيقها من قبل الشركات النفطية الاستخراجية تفرض على تلك الشركات تزديد 5 مليون دولار للنهوض بواقع المواطن هناك لكن بعض المنظمات المتخصصة في هذا المجال تؤكد وجود تلاعب وملفات فساد أدى إلى عدم تزديد هذه الأموال بنود واضحة ومفصلة في عقود التراخيص في المادة 41 إضافة لذلك هناك تعميم من قبل لجنة طاقة الوزارية اللي صرف ما لا يزيع 5 ملايين دولار لكل عقد في مناطق الانتاج ما يعني هناك تقريبا 100 مليون دولار سنويا يجب أن تصرف في هذه مناطق الانتاج لم تصرف وما صرف منها هو يعتبر بمثابة هدر اللي لم يكن يرتقي إلى الفساد مجالس المحافظات يقعوا على عاتقها متابعة وملاحقة الشركات قضائيا التي تواطأت بتزديد الأموال المترتبة في ذمتها طبقا لقانونها وهنا يشير البعض إلى تقصير الحكومات المحلية في أداء عملها مع تلك الشركات من خلال البيئة القانونية بيّنت أنه مجالس المحافظات لها الحق باعتبار أن قانون 21 سنة 2008 أعطاها الحق بأنها تدير شؤونها وإدارتها بما لا يتعارض مع الدستور والقوانين الاتحادية وبالتالي أنها لها دور الرقابة على صرف هذه الأموال أموال المنافع الاجتماعية أيضا لاحظنا من خلال هذا المؤتمر ومن خلال التقارير التي يبينت بأنه لم يكن هناك توازن ما بين المبالغ التي منحت في آليات الصرف الشركات العاملة الاستخراجية مقصرة بعدم تخصيص المبالغ المشرعة ضمن القانون العراقي قانون الجولات التراخص الجانب الحكومي وفر الغطاء القانوني وشرع القانون ضمن جولات التراخص لكن المشكلة في الحكومات المحلية ومنظمات المجتمع المدني هنا بعض العتب عليها لأن يجب أن تدافع عن حقوق مواطنية ضمن الرقعة الساكنية ويذكر المختصون أن جميع مناطق استخراج النفط ما زال يغيب عنها الاهتمام في جميع مفاصل الحياة لا سيما الاقتصادية والصحية حيث تفتقر إلى المستشفيات والمرافق الخدمية الأخرى فضلا عن الأيد العاطلة عن العمل ياسر الحطاب قناة المدى بغداد